اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قيام النادي الاهلي بدور اجتماعي ثقافي فني بجانب دوره الرياضي وتعددت الحفلات الثقافية والفنية واصبحت مصدر دخل للنادي كاراد بيصرف منه على انشطة النادي الرياضية الحفلات اللي كان بينظمها فكري اباظة الصحفي والاديب الكبير وشارك فيها رائد الاغنية المصرية محمد عبد الرحيم والاديب الراحل محمد تيمور ومعاهم المرحوم محمد عبد القدوس وسليمان نجيب وعباس فارس وعبد الورس عصر وامينة رزق ويوسف واهبي وحسن فاي وتكلمنا عن دخول السيدات للنادي الاهلي سنة 1913 للمرة الاولى في تاريخ النادي لمشاهدة المسابقات والحفلات الفنية وتكلمنا كمان عن كاس احمد حشمة باشا لكورة القدم وكاس عزيز عزة باشا للالعاب الاخرى وده بعد رفض النادي الاهلي المشاركة في مسابق الدرع بولاناكي لان اللي كان بنظمها للتحاد المختلط مسابقات الاهلي غطت على انشطة الاتحاد المختلط ومعاها زادت شعبية النادي الاهلي لانه جمع اطياف الشعب حوالين مسابقاته واخيرا اتكلمنا عن اول جامعية عمومية في تاريخ النادي الاهلي اللي انعقد تيوب 19 يناير 1916 وفيها تم اعتماد ليحة النادي الجديدة وتشكيل اول لجنة تنفيذية في تاريخ النادي الاهلي وانتخاب لجنة عليا جديدة بيرقصها عبدالخالق سروت باشا وجعفر ولي باشا وكيل النادي النهارده بقى حنبدأ نتكلم عن مرحلة جديدة في تاريخ النادي الاهلي مرحلة مرحلة اتغيرت اتغيرت معها حاجات كتير اوي في الرياضة المصرية عامة وفي النادي الاهلي بشكل خاص وهنا مهم نعرفكم مرة تانية على عبدالخالق سروت باشا الرئيس التالت للنادي الاهلي عبدالخالق سروت باشا من موليد القاهرة سنة 1873 وتلقى فيها تعليمه الابتدائي والسنوي والتحق بمدرسة الحقوق العليا وتخرق فيها سنة 1889 وكان واحد من مؤسسي اول مجلة مصرية في القانون واشتغل في قلم قضايا الدائرة الثانية وبعدين اتنقل للعمل بوزارة الحقانية اللي هي وزارة العدل وترقى قاضي وبعدين مستشار بمحكمة الاستقناف بعد كده تولى منصب مدير مدرية اسيوت يعني محافظ اسيوت وفي سنة 1908 اصبح اول مصري يشغل منصب النائب العام واختير نظر للحقانية والداخلية والخارجية في وزارات مختلفة وتولى رئاسة مجلس النظار اللي هو مجلس الوزراء مرتين وكان اهم اعماله السياسية انتزاع ما عرف بتصريح 28 فبراير 1922 اللي بموجبه اصبحت مصر دولة ذات سيادة رغم وجود اربع تحفظات ولأول مرة يصبح لمصر سفراء لدى الدول الاجنبية وتم إلغاء وظائف المستشارين الانجليز في الوزرات الحكومية وقلغية الاحكام العسكرية وتم تشكيل لدنة لوضع اول دستور في تاريخ مصر سنة 1923 وتوفي في 22 سبتمبر 1928 والجدير بالذكر انه لولة عبدالخالق صروت باشا ما كانش ممكن ابدا نعرف سر تأسيس النادي الاهلي وازاي جات الفكرة ومين اللي طرحها ايوة النادي الاهلي بيمتلك محاضر مجلس الادارة من اول جلسة رسمية يوم 24 ابريل 1907 والمحاضر الاولى ما قالتش اي حاجة عن الفكرة وصحبها لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد لينا اننا نعرف كل ده لما قالها مع عبدالخالق صروت باشا في احدى الجامعيات العمومية للنادي الاهلي وتحديدا الجامعية العمومية اللي انعقدت يوم 6 فبراير 1919 انه يحكي اسباب فكرة تأسيس النادي الاهلي ومين صحب الفكرة فبعد ما انتهت اعمال الجامعية العمومية للنادي وقف عبدالخالق صروت يخطب في اعضاء النادي الاهلي وبالمناسبة عبدالخالق صروت باشا كان معروف عنه عذوبة الصوت والبلاغة وقال عنه الزعيم سعد زغلول ان خطابه احسن الخطب تلاوة والقاء ومعنى وعبارة وقال عنه الاديب الكبير طه حسين انه صوت العذب مرآة لنفس العذب عبدالخالق صروت الف خطبته في الجامعية العمومية لعضاء الاهلي الان وقد انتهينا من اعمال الجامعية العمومية فاني انتهز هذه الفرصة لالقي على حضراتكم كلمة عن تاريخ هذا النادي فان تفضلتم وسمحتم بذلك فان اول ما ينطق به لساني في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر لطف بيك ذلك لانه الواضع لهذا النادي وصاحب الفكرة في تأسيسه كان المرحوم عمر لطف بيك وكيلا لمدرسة الحقوق وكنت في ذلك العهد موظفا بوزارة الحقنية فكنت معه بحكم وظيفتين في علاقة مستمرة وكان رحمه الله على ما تعلمون كثير الاشتغال بامور الشبيبة عظيم الاهتمام باحوالهم وبكل ما يعود عليهم بالفائدة حضر ذات يوم وقال لي انه كثيرا ما فكر في احوال طلبة المدارس العليا وكيفية تمضيتهم لاوقات فراغهم وفي علاقات خريجيها بعضهم ببعض فرأى ان بعضا من الطلبة يقضون اوقاتهم في المحال العمومية ليس لهم من انواع الرياضة غير الجلوس في القهاوي وان البعض الاخر وهو من يرى الترفع عن ذلك يعتكف في منزله وان الطلبة بمجرد اتمام دراستهم واشتغالهم بامور معاشهم اذا ما تفرقوا في البلاد وبعدوا عن القاهرة انقطعت بينهم اسباب الالفة واصبحوا غرباء بعضهم عن بعض شكى الي تلك الحال وما يترتب عليها من المدار الادبية والمادية وقال انه يرى خير دواء لها تأسيس فناء في نقطة صحية خارج المدينة تكون منتدا لطلبة المدارس العليا ومتخرجها يقضون فيه اوقات فراغهم ويتمرنون فيه على الالعاب الرياضية ويكون للطلبة الذين قضى عليهم جهاد الحياة ان يكونوا خارج القاهرة واسطة في الاجتماع باخوانهم المقيمين فيها كلما سنحت لهم فرصة العودة اليها لم اتردد لحظة في الحكم بان تحقيق هذه الفكرة هو خير ما تغدم به الشبيبة المصرية ولكني لا اخفي عليكم ان املي في نجاح المشروع كان اقل بكثير من تخوفي من عدم امكانية تنفيذه او من سقوط النادي بعد تأسيسه وعذري في هذا التخوف اني جربت في حكمي هذا على قياس الحاضر بالغابر والمستقبل بالماضي فكم من مشروعات وطنية قامت بضجة عظيمة واقبل عليها الناس ايما اقبال لكنها ما لبثت ان اخذت في التلاشي والفناء حتى اصبحت اثرا بعد عين ولم ارد مع ذلك ان اثبت همته بمكاوفي هذه وقلت في نفسي لعل في هذه الحركة بركة واتفقنا على العمل فسعى رحمه الله حثيثا حتى وفق في تشكيل نقابة اخذت على عاتقها دفع المال لتأسيس النادي وقد تأسس بالفعل ده جزء من اللي قاله عبدالخالق سروت باشا في خطبته في الجماعية العمومية لنادي الاهلي ونقول مرة تانية انه لولا الخطبة دي ما كناش عارفنا سر تأسيس النادي الاهلي وما كناش عارفنا مين هو صاحب فكرة تأسيسه خطبة عبدالخالق سروت باشا فكت كتير من رموز واسرار تأسيس النادي الاهلي مثلما كان حجر رشيد سببا في فك رموز اللغة المصرية القديمة نحن الآن في عام 1916 كانت الألعاب اللي بيمارسها أعضاء النادي كرة القدم والتنس والجنباز ورفع الأسقال والبلياردو وألعاب القو وعلى مستوى المسابقات كان بيقام كاس أحمد حشمة باشا لكرة القدم وكاس عزيز عزة باشا للألعاب الأخرى بانتظام وكل سنة كان بيزداد عدد المشاركين في الوقت ده كان فريق كرة القدم في النادي بيسافر محافظات مصر المختلفة بيلعب مباريات ودية مع أنديتها في إطار نتشر فكرة ممارسة الرياضة بين المصريين مش بس فريق كرة القدم لا كان كمان فريق التنس بيلف المحافظات والجمعية العمومية في ديسمبر 1916 أثنت على استقبال نادي أسيوت لفريقي كرة القدم والتنس بالأهل الجمعية العمومية دي شهدت كمان أول اقتراح لعمل مدرج لملعب كرة القدم بعد ما تم توسعة الملعب على المقاييس القانونية عشان يبقى صالح لإقامة المباريات الرسمية وكان صاحب الاقتراح ده أحمد فؤاد أنور لعب فريق الكرة وسكرتير النادي في نفس الوقت وده كان في تقريره اللي ألقاه على الجمعية العمومية لكن في السنة دي 1916 خرج اقتراح من جريدة الإجيب شميل اللي بتصدر في القاهرة لإقامة بطولة في كرة القدم على كاس بين الأندية وقدر مستر مدول مدير الجريدة أنه يحصل على موافقة السلطان حسين لإهداء كاس باسمه للبطولة وتأسست جمعية لتنظيم البطولة دي باسم الجمعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم كانت البطولة بين الفرق المصرية والإنجليزية ونشرت الجريدة دعوة الجمعية للأندية كلها للمشاركة في البطولة الأهلي رفض المشاركة بالبطولة في موسمها الأول 1916-1917 لأن الجمعية المنظمة للبطولة بيسيطر عليها الأجانب من ناحية ومن ناحية تانية أن في أخبار عن تبعية الجمعية للاتحاد المختلط نتيجة وجود أشخاص أجانب بالجمعية وفي نفس الوقت أعضاء بالاتحاد المختلط والأمر ده ثبت صحته فيما بعد ومعاه اتخذ الأهلي موقف تاريخي هنعرفه في حلقات جاية إن شاء الله في الموسم التالي 1917-1918 شارك الأهلي في البطولة للمرة الأولى بعد زيادة عدد الأعضاء المصريين في الجمعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم لكن مشاركة الأهلي في كاس السلطان حسين كانت متقطعة بتحكمها اعتبارات كتيرة قوي في الوقت ده يعني أول ست بطولات ما شاركش الأهلي فيها إلا في تلاتة بس التلات مرات اللي ما شاركش فيها الأولى اتكلمنا عنها موسم 1916-1917 وهنتكلم عن المرتين التانيين في حينه لكن في إطار حديثنا عن عام 1917 يهمنا تصحيح وقعة تاريخية فضل الوسط الرياضي والإعلامي المصري يتكلم عنها لسنوات طويلة على اعتبار أنها أول مواجهة بين الأهلي والمختلط في تاريخ الكرة المصرية المختلط اللي هو دلوقتي نادي الزمالك كلنا كنا فاكرين أن أول مباراة بين الأهلي والمختلط اتلعبت في فبراير 1917 بملعب المختلط وفاز فيها الأهلي 1-0 وتاني مباراة اتلعبت في ملعب الأهلي في مارس 1917 وفاز فيها المختلط 1-0 ده اللي نقلته مصادر كتير لكن الوثائق التاريخية بتكشف أنه لا الأهلي لعب ولا المختلط كسب ازاي؟ تعالوا نشوف الوثائق اللي بتنفي أن المبارتين كانوا بين الأهلي والمختلط نبدأ أولا بإراية بنود عقد الاتفاق بين الناديين عقد اتفاق؟ عقد اتفاق إيه؟ دي مباراة ودية أيوة في الوقت ده أي مباراة كانوا المنظمين ليها بيعملوا عقد اتفاق مكتوب ومحددين فيه كل حاجة نظام يا طارد الوقت بنعمل ماتشاة ودية بعقد اتفاق ده بالتليفون يمكن مع الأندية الأجنبية بس طيب بنود العقد بقى زي ما هي قدامكم على الشاشة كده كانت بتقول ايه؟ اتفاقية بين النادي المختلط وفريق حجازي بك على إقامة حفلتين للعب كرة القدم قلنا قبل كده إنهم كانوا بيقولوا على المباراة حفلة قد اتفاق كل من النادي المختلط للرياضة البدنية بالقاهرة وفريق نادي حسين بك حجازي على ما يلي أولا إقامة حفلتين في لعب كرة القدم ما بين الفريقين المتعاقدين ثانيا تقام الحفلة الأولى على أرض النادي المختلط بشارع بولاء بالقاهرة يوم الجمعة 9 فبراير 1917 في الساعة الثالثة بعد الظهر ثالثا تقام المباراة الثانية على الأرض التي يختارها فريق حجازي في يوم الجمعة 2 مارس 1917 الساعة الثالثة بعد الظهر رابعا الحفلتان تكونان ذات إيراد يجمع من بيع تذاكر المتفرجين خامسا يقسم صافي هذا الدخل بعد استبعاد المصروفات الآتي بيانوها بعد إلى قسمين متسويين يخص كل فريق قسم منها ألف إن أقيمت الحفلة الثانية على أرض النادي المختلط أيضا فيقسم صافي دخل الحفلة الأولى بالنسبة المذكورة ودخل الحفلة الثانية يأخذ النادي المختلط عشرة في المية من صافي الإيراد نظير الأرض ويقسم الباقي إلى نصفين لكل فريق نصف به وأما إذا استأجر نادي حجازي أرضا أخرى للعب عليها فتخصم قيمة الإيجار بصفة مصروفات على الطرفين ويقسم الباقي إلى نصفين متساويين لكل فريق نصف دي كانت دنود الاتفاقية بين نادي المختلط وفريق حسين بك حجازي اللعب الوحيد اللي نال البكوية وهو بيلعب كرة قدم ولما ندق في البندين اتنين وثلاثة في الاتفاقية هنكتشف بسهولة أن المباراتين دول كانوا بين نادي المختلط وفريق حسين حجازي البند اتنين بيقول تقام الحفلة الأولى على أرض نادي المختلط البند التالت بيقول تقام المباراة الثانية على الأرض التي يختارها فريق حجازي طب النادي الأهلي عنده ملعبه الأقدم من ملعب نادي المختلط فللاتفاقية بتنص على أن يختار فريق حسين حجازي أرض ليلعب عليها مباراته في وجود ملعب للنادي وده أول دليل على أن الأهلي ما كانش طرف في المباراة مش بس كده نظام تقسيم الإراد في البند خامساً بينص على أنه لو طلب حسين حجازي لعب مباراته على أرض المختلط فحيتم خصم عشرة في المية لنادي المختلط نظير الإيجار ولو استأجر أرض تانية فحيتم خصم قيمة الإيجار وتقسم على الناديين الأهم من كل ده أن الأهلي له إدارة ونظام وسكرتير للنادي ولفريق الكرة فمستحيل يوافق على توقيع اتفاقية باسم لاعب فيه لو الأهلي طرف في المباراة حتكون الاتفاقية باسم النادي مش باسم لاعب لكن صحيفة جبشاً جزت وقتها عام 1917 نشرت تغطية للمباراتين التغطية فيها مفاجأة كبيرة جداً الواثقة التانية اللي بتثبت إن المباراة كانت بين نادي المختلط وفريق حسين حجازي مش بين نادي المختلط والنادي الأهلي كانت تغطية جريدة الإيجيب شنكيزت للمباراتين الإيجيب شنكيزت كانت بتصدر كل يوم اتنين فكتبت يوم الاتنين 12 فبراير 1917 عن المباراة الأولى اللي أقيمت بملعب المختلط يوم الجمعة 9 فبراير 1917 وقالت إن فريق حجازي 11 فاز 1-0 أما المباراة التانية اللي أقيمت يوم الجمعة 2 مارس 1917 فغطتها جريدة الإيجيب شنكيزت فغطتها جريدة الإيجيب شنكيزت يوم الاتنين 5 مارس 1917 تفصيلياً وكان في الخبر مفاجئتين الأولى إن المباراة انتهت بالتعادل يعني المختلط ما فازش 1-0 زي ما فضلت مصادر كتير تقول إن كل فريق فاز على التاني في مباراة لكن الأهم من ده إن جريدة الإيجيب شنكيزت ذكرت تشكيل الفريقين فذكرت تشكيل فريق المختلط بنفس الطريقة المعروفة يعني بدون تفاصيل قدام أي اسم لكن لما كتبت تشكيل فريق حجازي 11 ذكرت أمام كل لاعب اسم الفريق المنتمي إليه في الأصل وحنلاق في التشكيل 8 لاعبين من الأهلي و3 من فرق تانية مختلفة ولا ينتموا للأهلي فكتبت حجازي 11 حسين منصور الأهلي إبراهيم فاهمي الأهلي يوسف واهبي الأهلي محمد جبر السكة الحديد حسين محمد كابتن الخدوية رياض شوقي الأهلي محمود أبازة الأهلي حسن علي الأهلي حسين حجازي كابتن الأهلي محمد شكري الأهلي عبد الحميد محرم كابتن مدرسة التجارة العليا يعني فيه ثلاثة لعيبة مش من الأهلي محمد جبر وحسين محمد وعبد الحميد محرم إلي نضم للأهلي بعد كده لكن محمد جبر وحسين محمد ما لعبوش للأهلي خالص يعني لو ده فريق الأهلي ما كانتش الجريدة كتبت تفصيليا الفريق اللي بيلعب ليه كل لعب وكانت كتبتهم كده زي ما كتبت تشكيل فريق المختلط بدون تفاصيل الخبر ده بينطبق عليه المسر القائل قطعت جهيزة قولة كل خطيب يعني جاب من الآخر لأنه صدر في نفس الفترة مش نقل عن فلان أو فلان وعشان كده قلنا للأهلي لعب ولا المختلط كسب لأن التشكيل أثبت أن الفريق اللي لعب مع المختلط هو فريق حسين حجازي اللي كان مشكله عشان يلعب بيه مباريات ودية وده كان أمره منتشر في الفترة دي وعلى فكرة كان ممكن ناخد الخبر ونقول إن الأهلي كسب المباراة الأولى وتعادل في المباراة التانية مخسرش من المختلط زي ما الناس قالت وده هو الإجيب شنجزت جابت النتيجة الحقيقية للمرش كان ممكن نعمل كده لكن لا ده تاريخ والتاريخ لازم نذكره مجرد من أي أهواء ولازلنا في عام 1917 العام ده شاهد دخول ألعاب جديدة للنادي جنب التنس والجنباز ورفع الأسقال والبلياردو وألعاب القوى فدخلت لعبة الرجبي عارفين الرجبي؟ دي لعبة نشأت في إنجلترا في القرن التسعة عشر ولسه موجودة لغاد دلوقتي لكنها مش منتشر في الوقت ده كان بيلعبها جنود الجيش الإنجليزي في معسكراتهم ونقلوها لنادي الخديو الرياضي اللي هو نادي الجزيرة دلوقتي اللي أنشئ في ديسمبر عام 1882 1882 زي ما قلنا قبل كده لممارسة ضباط الجيش الإنجليزي للرياضة اللعبة دي شافها الأعضاء فطلبوا ضمها للألعاب في الأهل ومع الرجبي أضيفت لعبة الكريكيت ولعبة الكروكيت الألعاب دي كلها أصلها إنجليزي ودخلت مصر مع احتلال الإنجليز لمصر سنة 1882 لكن الألعاب دي ما استمرتش كتير ما جذبتش الأعضاء فتراجعت لحد ما ألغيت في العشرينات كمان عام 1917 دخل تنس الطاولة والسكواش اللعبتين دول الأعضاء أقبلوا عليهم لكن حصل تراجع في شعبيتهم بالنادي لفترة كده في العشرينات لكن بعدها رجع الأعضاء يمارسوها والغاية دلوقتي لسه اللعبتين دول موجودين وبالمناسبة أبناء الأهلي بيحققوا فيهم بطولات محلية وعالمية وننتقل لعام 1918 العام ده شهد استمرار الأزمة المالية للنادي القرد اللي عمله النادي من سنوات وقمته ألفين جنيه ما تسددش منه إلا سبعمية وتلاتين جنيه وكان البنك بيشتكي وكل مرة محمد طلعت حرب بيك وعمر سلطان بيك يضمنوا النادي في سداده وتوفي عمر سلطان بيك عام 1917 وأصبح محمد طلعت حرب بيك الضامن الوحيد ولازم حل لإنقاذ ميزانية النادي خاصة إن فايدة القرد كبيرة في الوقت ده كانت وزارة المالية عملة نظام لخدمة ديون الهيئات المختلفة في حالة تعصرها والفايدة مع الوزارة 4% يعني أقل من البنك بكتير فتم التفاوض مع وزارة المالية وكتب أمين السندوق للنادي الأهلي عبد المجيد عمر مذكرة بما تم الاتفاق عليه قال فيها تم عمل اتفاق في أوائل سنة 1918 مع جناب المستشار المالي لوزارة المالية لأن تحل الحكومة محل البنك الأهلي في دين النادي اشترط جنابه أن يكون دين النادي مبلغ ألف جنيه لا غير وأن النادي يجب أن يسدد كل دين آخر خلاف هذا المبلغ قبل أن تدفع الحكومة الدين قرد البنك كان متبقى منه ألف متين وسبعين جنيه يعني لازم يتم سداد مبلغ متين وسبعين جنيه عشان الوزارة تحل محل البنك الأهلي في دين النادي طب الحل ايه؟ أكمل عبد المجيد بك عمر أمين السندوق في مذكرته وكان للنادي ببنك الأنجلو في آخر سبتمبر سنة 1917 حوالي 436 جنيه فعليه؟ دفع النادي منها مئة وسبعين جنيه ودفع حضرة صاحب العزة محمد طلعت حرب بك مئة جنيه على أن يكتهد النادي في توزيعها على آخرين وما لا يمكن توزيعه يعطى لعزاته به وبالمبلغ السابق دفعه أسهم من سهوم النادي حتى يخلص النادي من الدين للحكومة وأرفق عبد المجيد عمر بك صورة خطاب محمد طلعت حرب بك لحضرة صاحب المعالي رئيس النادي اللي عرض فيها دفع المئة جنيه يعني النادي هيدفع مئة وسبعين جنيه من حسابه في بنك الأنجلو للبنك الأهلي بجانب مئة جنيه هيدفعها محمد طلعت حرب بك على أساس أن النادي يوزع المئة جنيه على بعض أعضاؤه يساهموا فيها ولو ما توزعوش هيتم اعتبارها قيمة أسهم في النادي لصالح محمد طلعت حرب بك بعد الاتفاق ده بدأت مشاكل النادي المالية تقل ونقدر نقول كده انتهت تماما وكان لمحمد طلعت حرب بك الدور الكبير في هذا الأمر ليكتب تاريخ النادي اسمه في سجلاته بحروف من نور لكن في نفس العام 1918 ستة من لاعبي فريق كورة القدم قدموا استقالتهم كانت مفجأة صادمة دول القوام الرئيس للفريق وكان اختبار قاسي لإقدارة النادي يا ترى إدارة النادي اتعاملت مع الموقف ده ازاي ده اللي هنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة